اجتماع غير مسبوق عقده التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء أركان الجيوش المجتمعون في بيانهم الختامي أكدوا تمسكهم بدعم الشرعية في اليمن واستمرار العمليات حتى تحقيق الاستقرار وإزالة تهديد الميليشيات الانقلابية كما جددوا اتهام إيران بعرقلة الحل السياسي في اليمن وزعزعت استقرار المنطقة والعبث بأمنها تعزيز التكامل والتنصيق في أعمال التحالف العربي العسكرية والسياسية والإنسانية لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة له محور رئيسي تصدر اجتماع وزراء خارجية توار أساء هيئة أركان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الاجتماع الذي اختتم أعماله في العاصمة السعودية الرياض أكد أن إيران تعبث بأمن المنطقة وتعرقل الحل السياسي في اليمن ما كان لهذا الميليشيات الاستمرار في ممارستها لو لا دعم الراعية الأكبر للإرهاب في العالم النظام الإيراني الذي أراد تغيير وجه اليمن فإن إيران تهرب السلاح للحوثي وصالح في خرق فاضح للقرارات الدولية كما تهدم كل مساعي الحل في اليمن وأدت إلى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات أما رئيس هيئة الأركان السعودي عبد الرحمن بن صالح لبنيان فقد قال إن العمليات العسكرية للتحالف العربي تنفذ بكل احتراف ودقة وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك وذلك لحماية المدنيين كما أنه من المعلوم أن المعلومات تنفذ بكل احترافية متوخين الدقة حماية للمدنيين وبما يتفق مع القانون الدولي والإنساني وفق قواعد اشتباك واضحة ومحددة ويتابع ذلك ويراقبه الفريق المشترك لتقييم الحوادث وفق آليات متطورة ومدروسة والذي يتكون من قانونيين وقضاة من دول التحالف كما اتهمت دول التحالف الميليشيات الانقلابية في اليمن باستخدام الأطفال وتدريبهم وزجهم في النزاع المسلح بالإضافة إلى حصار المدن واستنكر المجتمعون ما تقوم به ميليشي الانقلابي من موارسات إجرامية مثل استخدام الأطفال في النزاع المسلح وتدريبهم وضمهم إلى صفوفها وفرض حصار على المدن ونهب المساعدات الإنسانية مما أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في صفوف المدريين من جهته أشاد وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافي بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في تجنيب البلاد الانهيار مؤكدا استرداد التحالف نحو 80% من الأراضي اليمنية من الانقلابيين وتمثلت أولى نتائج عمليات التحالف بوقف انهيار الدولة اليمنية وصولا لاستعالة 80% من الأراضي اليمنية بفضل الله ثم بفضل التضحيات التي قدمتها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتضحيات الجنود والضباط البواسل لدول التحالف الذين سالت دماءهم في جبال ووديان وصحراء اليمن واختلطت بدماء شقاهم اليمنيين ليبقى اليمن حصنا عربيا إسلاميا منيعا ويبقى أهله أحرارا أباتا أعزاء دعم الشرعية وعودة الاستقرار إلى اليمن أهداف وضعها التحالف العربي منذ إطلاق عمليته واليوم يجدد تأكيده على هذه الأهداف رغم تعنت ميليشيات الحوثي وصالح وحصارها للمدن وحتى رفض الحل السياسي للأزمة معنا الآن من الرياض المدير الإقليمي للمركز الديمقراطي العربي في الخليج الأستاذ غازي الحارثي مساء الخير أستاذ غازي مرحبا بك معنا في غرفة الأخوار اجتماع غير مسبوق كما أشرنا في المقدمة بداية كيف نفسر وجود وزراء خارجية أشخاص معنيين ومسؤولين معنيين بالدبلوماسية وبالمسارات السياسية مع رؤساء أركان الجيوش كيف نفسر وجود هذا الاجتماع الذي يجمع هؤلاء المسؤولين مع بعض تعيي طيب أخي مهند أنا أتصور حقيقة بأن هناك جدية في معالجة الملف اليمني خصوصا مع التطورات الأقليمية الحاصلة اليوم أنا باعتقادي أن الملف اليمني يحتل أهمية كبيرة لدى دول التحالف خصوصا الدول التي في منطقة خليج منها السعودية تحديدا ودولة الإمارات يحتل أهمية كبرى ولكن في رأي الشخصي أنه لا ينفصل حقيقة عن باقي الملفات الأقليمية وتحديدا الملف السوري وهذا ربما يفسر حتى الآن بقاء هذا التحالف يقوم بعملياته حتى اليوم وهي أنجزة حتى اليوم يساوي 85% من السيطرة على الأراضي اليمنية من تحت سلطة الحوثيين حسب ما قال الرئيس الأركان السعودي اليوم في الاجتماع أنا حقيقة أتصور بأن الملف اليمنية اليوم يلقى أهمية في المجتمع الدولي خصوصا مع تصاعد المسألة الإنسانية في هذا الجانب تقرير الأمم المتحدة أضف أهمية كبرى على هذا الأمر الدول التحالف ترى أن هناك أهمية في الرد على تقرير الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وإدراج التحالف في هذه القائمة بالتالي أتصور بأن هذا المؤتمر الذي أقيم اليوم يأتي أهميته في هذا الجانب أيضا وهو الرد على التطور الذي حصل اليوم في نظرة المجتمع الدولي تجاه دور التحالف في اليمن وكان واضحا من خلال البيانة الختامة أمامي الآن بأن تدخل كان ولازال بناء على دعوة رئيس الجمهورية اليمنية عبد الربوهادي للتدخل ولحماية ما تبقى من الدولة وحماية كيان الدولة اليمنية هذا تم وعلى الأقل حتى الآن 85% أتصور بأنه أمر مهم جدا ومن المهم أيضا أن تبقى للعمليات جارية إلى وقت أطول من هذا بأتقاد الشرق أشرت إلى البيان أستاذ غازي وأنا أيضا أمامي البيان الآن هناك عدة رسائل موجهة لعدة أطراف على ما يبدو من خلال هذا البيان ما هي برأيك الرسائل التي ارتأى المسؤولون المجتمعين اليوم توجيها ولأي جهات بالتحديد حقيقة أنا أعتقد بأن هناك جهتين كان الاجتماع موجه لها أولا تقريرا الذي صدر عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والذي كان موجها اتجاه كبير ناحية دول التحالف واتهمها بانتهاك حقوق الإنسان وثانيا أيضا ما يتعلق بالتدخلات الإيرانية خصوصا أن هناك اليوم زخم دولي ضد النشاطات الإيرانية في المنطقة فكان من المهم أن يفعل الملف اليمني بشكل أكبر أنا باعتقادي أن الملف اليمني اليوم يمر بمنعطف مهم جدا لا يمكننا على أي تقدير أن نتوقع حسم على الأقل في الأيام القليلة القادمة لأن هناك ملفات مهمة لا يمكن حسم الملف بدون إنهائها هناك ما يتعلق مثلا بالجانب الإنساني والدول التحالف والحكومة الشرعية معنية بحل هذا الجانب ويعني حماية أو يعني تخليص الحقوق الإنسانية المنتهكة في اليمن من انتهاكات الحوذيين أيضا هناك مسألة تتعلق بإيران لا يمكن لدول الخليج وتحديدا السعودية أن تقبل بأن تكون إيران على حدودها وكما قال ولي العهد السعودي قبل أن أيام بأنه لا يمكن القبول بأن يكون هناك وجود لحزب الله آخر على حدود السعودية هذه كلها تتطلب تفعيل ملف اليمني من جديد واستمرار حمليات التحالف بشكل أقوى أيضا من السابق لحماية أولا حدود المملكة وثانيا لمنع أيضا النفوذ الإيراني من أن يتوسح خصوصا اليوم أن إيران تنحسر حقيقة وهذا أمر يمكن أن يكون واضح للجميع في سوريا هناك إمكانية لحل الملف قريبا واليوم أيضا في اليمن هناك اتجاه دولي لحل هذا الملف أو زحزحة حقيقة عن الكاهل الدولي بالتالي من المهم أن يتم وضع النقاط على حروب فيما يتعلق بالنشاط الإيراني ولا يمكن حقيقة القبول بأن تبقى إيران تمد الحوذيين وكجماعة نحن لا نتكلم عن الحوذيين كمكون أساسي في اليمن نحن لا يمكن أن نزيل الحوذيين من اليمن باعتبارهم مكون أساسي اجتماعي لكن على الأقل لا يمكن أن نقبل بانتهاكات توجه ناحية دول الخليج وتحديدا السعودية وهذا كله يأتي من طرف الدعم الإيراني والهدف الرئيسي اليوم يبقى هو حماية الشعب اليمني ثم رد أي تدخل إيراني محتمل أن يتم أيضا أوسع في المرحلة المقبلة وهنا السؤال يأتي أستاذ غازي كما أشرت حضرتك الملف اليمني اليوم ملف معقد يتداخل فيه العسكري بالسياسي بالإنساني بجوارب مختلفة السؤال الذي يطرح ربما من خلال البيان ومن خلال هذا الاجتماع لو لا التدخل من دول التحالف برأيك كيف كان سيكون الوضع عليه بالتأكيد الوضع سيكون أسوأ بكثير مما نتوقع أيضا حقيقة أنا أتصور بأن إيران كانت في وارد أن تسيطر على اليمن إلى حد كبير على الأقل تم السيطرة على العاصمة وتم السيطرة على مناطق إدارية أو محافظات إدارية كبيرة في اليمن دخل التحالف ربما نقول أنه أتى متأخر في بعض الأحيان لكن المهم أنه تم والمهم أيضا أنه اليوم حقك تقدم مهم 85% بحسب رئيس الأركان ورئيس القوات المشتركة الرئيس الأركان السعودي قال أن 85% من الأراضي اليمنية تم استعادتها من سيطرة الحوثيين هذا أمر مهم جدا ما بالك لو استطع الحوثيين السيطرة على اليمن بشكل كامل اليوم الحوثيين ربما يسيطرون على ربع اليمن ومع ذلك تصل صواريخهم الباليستية التي تمدهم بها إيران وهذا الأمر أيضا مرتبط بمسألة الملف النووي والجهود السعودية الأمريكية فيها في فترة أخيرة الحوثيين تمدهم إيران بالصواريخ الباليستية وصل مداها إلى 500 أو 600 كم داخل السعودية إلى مكة المكرمة تحديدا هذا كان استفزاز كبير لمشاعر المسلمين كافة وهذا أيضا تطلب من السعودية ومن الإمارات وباقي دول التحالف أن يكون تدخلها على قدر الحجم الذي ينظر به كافة المسلمين إلى السعودية كحامل هذه المناطق المقدسة أنا أتصور بأن الحوثيين أو جماعة أنصر الله تحديدا كانوا خطر ولا زالوا حتى اليوم خطر من أن يتحولوا من تنظيم أو ميليشياوي على الأرض إلى تنظيم سياسي يمكن أن يسيطر على الدولة اليمنية باعتبار أنها ربما تكون دولة مهلهلة حتى الآن أو حتى قبل أيضا أن يصل الحوثيين إلى ما وصلوا إليه هذا أمر مهم حصل التدخل وأعتقد أن هذا التدخل حتى اليوم هذا برأي الشخصي لا يجب أن يتوقف في الفترة القريبة يجب أن يستمر أكثر رد على تقارير الأمم المتحدة وتقارير منظمات الحقوقية بطبيعة الحال هذه تظهر دائما تقارير عندما يكون هناك وجود للسعودية والإمارات تحديدا في أي ملف تظهر دائما هذه التقارير لكن من المهم الرد عليها ومعالجة الجوانب الإنسانية إن كان هناك أي قصور من هذه الناحية والأهم أكثر أن يبقى اليمن يمن عربي كما تعود الآن العراق لتكون عربية يبقى اليمن عربيا وبعيدا عن أي تدخل إيراني لأنه حقيقة لو كان هناك تدخل لو وصلت التدخلات الإيرانية إلى عنق اليمن ستكون هذه بمثابة الفضيحة لدول الخليج تحديدا أن تبتد أيادي إيران من شرق الجزيرة العربية إلى جنوبها هذا أمر لا يمكن قبوله أبدا في كل الأحوال شكرا جزيلا لك الأستاذ غازي الحارثي المدير الإقليمي للمركز الديموقراطي العربي في الخليج كان معنا من الرياضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر